اشتركوا في القناة في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَاءِ لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الثاني من تفسير سورة يونس يقول الله سبحانه وتعالى وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ استِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ يُخْبِرُ تعالى عن حِلْمِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادَهِ أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك والله يا أخواني إن هذه الآية هي بشارة بشارة لكل الناس لكن خاصةً الآباء والأمهات بل إن يقول خاصة من الأمهات ألم تسمع إلى كثير من الأم تلك الأم الرؤوفة الرحيمة بابنها تقول لولدها الله لا يوفك رح الله لا يردك ولا لا في حال غضبها ليش؟ ليش؟ لكن هذه الآية بشارة لها رغم أنها واقعة في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لا يوافق من الله الساعة فيستجاب لكم يعني هي منهية عن الفعل لكنها إذا غضبت أما وقد فعلت فإننا نقول لها لا تفعلي لكن أما وأنها قد فعلت فنقول لها هذه الآية بشارة لك لكن عليك ألا تعودي والله يا أخواني إن كثيراً ما يتصل بي كثير من الأبناء وكثير من البنات يقولون ماذا نفعل؟ يبكون ما بالكم يقولون إن أمي تدعي علي الليل والنهر كيف الأم الحنونة التي تريد لك الخير تدعو عليك لأنها اعتادت ولذلك نوجه نصيحها إلى الأمهات أن يعودوا أنفسهم على الدعاء للولد لا عليه بدل ما هو بالله لا يرد تقول الله يهديك إذا كانت إن لم تكلمه الله يهديك لكن في هذه الآية أخواني تحملوا البشارة يقول الله عز وجل ولو يعجلوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله أي لو نستجيب لهم حال دعائهم على أنفسهم أو على أولادهم في حال غضبهم وغضبهم لنتهوا لقضينا عليهم وقضينا على أموالهم وقضينا على أولادهم لكن رحمة الله أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع وألطف بنا وإنني أنصح الأمهات وهذا شيء يا أخواني أحس به من كثرة الاتصالات الذي يتصلون ويشكون دعاء أمهاتهم فأبشرهم بهذه الآية لكن أقول في حال رضاها حاول أن تعلمها أن تخبرها أن هذا منهي عنه وأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وواقع في النهي الذي قال عنه نسل لا تدع على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم بل إن أحد الصحابة رضي الله عنه عندما لعن بعيرا له فقال اللهم العنه فقال من هذا اللاعن بعيرا قال أنا يا رسول الله قال اترك لا تصحبنا بملعون أنه ممكن أن يستجابل الإنسان لا تصحبنا اترك هذا البعير لا يمشي معنا لا تصحبنا بملعون فقد لعن فنحمد الله سبحانه وتعالى بلطفه بنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم قال مجاهد في تفسير هذه الآية هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه اللهم لا تبارك فيه والعنف فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجيب لهم في الخير لأهلكوهم ثم قال الله سبحانه وتعالى فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون لما بيّن رحمة الله ولطفه بالإنسان في حال ضجره بيّن حالة أخرى من أحواله وهي وَإِذَا مَسَّى الْإِنسَانَ الضُّرُّهِ هذا دعاءه بالخير دعاءه بماذا؟ وَلَوْ يُعَجِّلُوا اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استِعْجَالَهُمْ بالخير الآن إذا مُرِضَ الْإِنسَانَ أو أصابه ما أصابه ألحَّى على الله عز وجل بالدعاء وَإِذَا مَسَّى الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أو قاعدًا أو قائمًا في كل أحواله يدعو الله بل في يقظته ونومه يعرف أن له ربّا متى حينما يمسَّه الضُّرُّ وهذا لا عيب ولا ريب ولا تثريب التثريب كل التثريب أيها الأخوة فلما كشفنا عنه ضُرَّه مرَّ كأن لم يدعونا إلى ضُرٍ مَسَّى هذا هو العيب أن الإنسان يلتجع إلى الله في وقت الشدائد فإذا كشف الله عنه ضُرَّه مرَّ كأنه لم يُصِبه ضُر فرجع إلى حاله الأولى التي كان يعملها من سيِّئاتٍ وأعمالٍ نسأل الله العافية والسلامة فهذه الآية كما قال ابن عطية يا أخواني عِتَابٌ على سُوء الخُلُق من بعض الناس عِتَابٌ على سُوء الخُلُق من بعض الناس ومُتَضَمِّنةٌ النَّهِي عن ذلك أي لا تفعلوا هو إخبارٌ بمعنى النَّاية أي أن هذا حالٌ من أحوال الناس يدعون الله إذا مرسَّهم الضُر لجنبه أو قاعٍ أي في كل أحواله في كل أحواله يجتهد إلى الله تبارك وتعالى لكن كما قال وإذا مسَّه الشر فذو دعاءٍ عريض أي كثير لكن مرَّة إذا كشف الله ضرَّه مرَّة كأن لم يدعو إلى ضرٍ مَسَّه نسأل الله العافية ثم ذمَّة تعالى من هذه صفةٌ وطريقةٌ فقال كذلك زُيِّنة للمُسرِثين ما كانوا يعملون زُيِّنة لم يذكر الفاعل من الذي يزيِّن؟ يُحتمل أن يكون الفاعل هو الله عز وجل وهو فاعل التزيين ويكون المُراد بذلك خلقه الفعل في نفوسهم ويُحتمل أن يكون المُزيِّن هو الشيطان ويكون المُراد بذلك الوسوسة والمُخادعة ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين مرَّة من فعل الله سبحانه وتعالى ومرَّة من فعل الشياطين وقد تقدَّم تقرير ذلك إن لم تكونوا نسيتم في قوله عز وجل زُيِّنة الناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين إذن ذمٌ من الله تبارك وتعالى ليس للداعين الذين إذا مسَّهم الضر بل يجب على الإنسان أن يعرف ربه في حال رخائه وشدته لكن الذم هو أن الله إذا استجاب له رجع إلى حالته الأولى كأن لم يصبه ضر كأن لم يصبه مرض كأن لم يصبه فاق لكن المؤمن لا المؤمن يعرف الله ثرخائه كما يعرف الله عز وجل في شدته وقد أخبر ذلك أخبر عنهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له وإن أصبتوا الصرَّاء شكر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن ثم قال الله سبحانه وتعالى مذكِّرًا مُتَوَعِدًا قَلْ بِكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ أَفْعَالَهُمْ فَقَدْ أَهْلَكَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَلَمْ يُهْلِكْهُمْ بِالظُّلْمِ مُوَحْدَهُمْ بَلْ أَرْسَلَ لَهُمُ الرُّسُلْ المُؤَيَّدَةِ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لأنَّهُمْ ظَالِمِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلِمَاذَا لَمْ يُؤْمِنُوا مع أن الرُّسُلْ أَتَتْهُمْ تَأَمَّلُوا مَعِي أَوَّلِ السُّورَةِ هَا يا أخواني أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ دائمًا يَقُلُونَ أَبَشَرٌ يَهْدُونَ يَقُولُ لَكَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ والمؤيد بالبيّنات ومع ذلك لا يؤمنون ثم قال الله عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون يعني تأملوا معي يا أخواني هاتين الآياتين يقول أهلكنا القرون من قبلكم لماذا لما ظلموا هل فقط خُلِقوا وتُرِكوا بلا حُجَّة ولا رُسُل ولا بيّنات لا وجاءتهم رُسُلُهم بالبيّنات السبب كذلك نجزي القوم المجرمين فإن من ظلم بعدما جاءته الرُسُل وبالبيّنات الدالة على صدقه فإنّه قد ارتكب الجُرم الكبير ويستحقُّ ماذا الهلات ولقد أهلكم ثم يقول الله مخاطبًا مخاطبًا لمن هم على الأرض وعلى وجه الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ثم جعلناكم خلائف في الأرض أي من بعدهم وجعلناكم خلائف وأرسلنا لكم الرُسُل بالبيّنات لماذا؟ لننظر كيف تعملون والنتيجة يا أخواني إن أعرضتم أهلكناكم كما أهلكنا من كان قبلكم قبلكم النتيجة يا أخواني حتمية وواضحة وظاهرة ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ بَدَعْ يُقَرِّرْ حَالَ الْكُفَّارِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أُبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيْهِ يُخْبِرُ تعالى عن تَعَنُّتِ الْكُفَّارِ مُنْ مُشْرِكِ قُرَيْشِ الجاحدين الحق المُعرِضين عنه أنهم إذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحُجَّته الواضحة قالوا له ائتِي بقرآن غير هذا سبحان الله لماذا أئتِي بقرآن غير هذا ألا يكفي هذا القرآن أي رُدَّ هذا وجئنا بغيره من نمطٍ آخر أو بدِّله إلى وضعٍ آخر فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يعني فعلوا هذا يا أخواني لماذا تعنُّتًا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوع أو تكل جنة من نخيل وعينة فتفجر أنهار خلال تفجير أو تسقف السماء علينا كسفًا يعني تعنُّت فقط ظُلُم جُحُوت استكبار أولًا أنت بشر ولماذا يُرسلك الله وأنت بشر أنت يتيم أبي طال لماذا ما وجدت غيرك تعنُّت طيب دعوكم من أني بشر ودعوكم من أني يتيم أبي طال اسمعوا لما أتيتُ به قرأ عليهم القرآن لا هذا القرآن لا يصلح ائتِي بقرآن غير هذا أو بدِّل شُوه يا أخواني لما الله عز وجل لم يُرِد لإنسان الهداية كيف يتعنَّت في شيء أوضح من الشمس في رابعة النهار فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون لي أن أبدِّله من تلقاء نفسي أنا لا أستطيع لا أستطيع أن أبدِّله أنا لا أتَّبِع إلا ما يُوحى أليه هذا دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن ليس مني حتى أُبدِّله وغيره فهذا القرآن أنا إنما أنا مُبلِّغٌ عن ربي جل وعلا فتبديل القرآن وتغييره معصية إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم خاتمة السورة تتلقى فالذين يُبدِّلون القرآن ويُغيِّرونه ويحملونه على غير محامله عُصيان لله تبارك وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لماذا لو غيره أنتم لو تفقهون أنتم لو تعلمون أنتم لو تدركون لعلمتم أنه لا يُمكن لي أن أُبدِّل هذا القرآن فإن الله عز وجل لو شاء ما تلوته عليكم أنا جلست فيكم أربعين سنة هل يُمكن من اليوم من الأيام أتيتكم بقرآن من عندي أربعين سنة فقد لبثت فيكم عمورًا من قبله قبل أن أُبعَه وقبل أن يُرسلني ربي عز وجل ويؤيدني بهذا القرآن جلست أربعين سنة لم أبلِّغكم آيةً واحدة فأنا لا أملك تغييره ولا تبديله ولا الإتيان بغيره إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هم يعرفون يا أخواني صدق النبي صلى الله عليه وسلم هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق بل قال أبو سفيان لما سأله هرقل ماريك الروم كان كافراً رضي الله عنه قبل أن يُسلم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان قلت لا قال هرقل إنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب ويكذب على الله رجل عاقل يقول يا ناس يعني ما دام أنكم أربعين سنة ما اتهمتوه بالكذب ما يكذب على بشر يستطيع أن يكذب عليه فعلا ويترك الكذب على بشر ويذهب أن يكذب على الله عز وجل وقال جعفر للنجاشي لما هاجروا إليه بعث الله فينا رسولة نعرف نسبه وصدقه أمانته وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين آيه ظهرنا قبل النبوة أربعين سنة فهو صادق وهذا القرآن من الله تبارك وتعالى لكن يا أخواني هذا من سلسلة إيش كما قلنا وقررنا في بداية سلسلة التعنت أن أوحينا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم بل يا أخواني إن صناديد كفار قريش كانوا يذهبون خلسة يستمعون للقرآن ولما رأى بعضهم بعضا قالوا والله لو رأاكم سفهاء قريش لا أسلموا أنتم صناديد أبو جهل وغيره تذهبون تستمعون للقرآن فتواعدوا أن لا يستمعوا للقرآن حتى لا يروا لكن لما كان في الليل كل منهم يعني مثل يا أخوان الذي يطربون لسماع القرآن وهم كفر لأنه أخذ بالألباب هذا القرآن يا أخواني والله 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 يا أخواني تصوروا أن حياتنا بدون القرآن تصوروا كيف نعيش نحن الآن يا أخواني وليس عندنا قرآن نتلوف تصور حياة المسلم بلا قرآن الكفار يذهبون يستمعون إليه فقال أحدهم لعلها امتثل امتثلوا سأذهب أنا لوحدهم وإذا هذا الفعل فعلهم الثلاثة فتقابلوا مرة أخرى كلهم يريدون يستمعون بل كانوا يستقبلون الحجاج والعمار على أطراف مكة ويقولون احذر أن تسمع من هذا الساحر محمد وكانوا يهتمون بالصناديد ويضعون في إيش يقترحون عنهم يضعون في آذانهم ماذا القطن حتى لا يستمعوا القرآن لأنهم يعرفون أثر القرآن على القلوب وكيف يؤثر فيها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خاشة الله فقال الله عز وجل فمن أظلم تعقيبا على قوله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون هذه الآية تدل على عظم جرب المفتري على الله وقوله فمن أظلم استفهام وتقرير أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا وأكذب الكذابين منه يا أخواني مسيلم هالكذاب الذي ايش كان أضحوكة الدنيا عندما أراد أن يأتي بقرآن كقرآن محمد أقوال ركيكة فضحت بل صار لا يقال مسيلم لوحده لا يعرف مسيلم إلا بالكذاب فانظروا إلى فرق بين قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر آية وبين قرآن مسيلمة يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين عجب والله عجب والله هذا قرآن يا مسيلمة اخجل على نفسك وقوله قبحه الله لقد أنعم الله على الحبلة إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا الفيل وما أدراك ما الفيل له زلقوم طويل وقوله والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إلى غير ذلك من الهذيان والخرافات يا أخواني لو تأتي بطفل لو تأتي بإنسان غير عربي وتقرأ عليه آية الكرسي ثم تقرأ عليه يا أخواني والعاجنات عجنا وإلا يضفدع لقال لك هذا هدى وهذا يختلف عن هذا وقد أورد سيد قطبي دلك على أن القرآن له أثر في القلوب أورد سيد قطبي يقول كنت مسافر في البحر إلى أمريكا وأردنا أن نقيم صلاة الجمعة فاستأذننا قائد السفينة فأذن لنا فقمت خطيبا فيه وبدأت أخطب الجمعة وصلى معنا الطباخين اللي في السفينة وغيرهم وهي أول مرة تقام صلاة الجمعة في البحر يقول الذي لفت انتباهي ليس هذا يقول تجمع الكفار وغيرهم ممن يشاهدون يسمونه قدّاس يقول فأتت امرأة نصرانية أعجنية لا تعرف شيء فقالت أبارك لكم هذا القدّاس يسمونه الصلاة قدّاس لكن ممكن أسألك سؤال واحد فقط قالت فضلي قالت إنك أثناء كلامك تأتي بك ألام هي لا تعرف العربية يأتي في أثناء كلامك كلام له وقع آخر في النفوس فما هو لماذا كلامك ليس واحداً هناك كلام أثناء حديثك وخطبتك له أثر في النفس يختلف وهي لا تعرف العربية يا أخواني له أثر في قلبي لا أعرف ما هو فلم يكن أيها الإخوة ذلك الذي يؤثر في قلبها مع عدم معرفتها بالعربية يقول السيد رحمه الله سوى آيات كنت أقرأها أثناء الخطبة آيات من القرآن القرآن يأخذ بالألباب يا أخواني يأخذ بالقلوب والله إن حياتنا لا أدري ماهي بغير القرآن وهنيئاً لكم يا أخواني هذا المجلس الذي به تعرفون تفسير كلام الله تبارك وتعالى وهنيئاً لكم أن الله يسر لكم الانتهاء من الثلث الأول من القرآن وأسأل الله أن يعينكم ويوفقكم ويسددكم ويقويكم لإكمال هذه المجالس المباركة وأن يرزقنا وإياكم النية الصالحة الخالصة بل يا أخواني أن عمر بن العاص وفد على مسيلم الكذاب وكان صديقاً له في الجاهلية وأصبح مثل وكان عمر لم يسلم بعد فقال له مسيلمه ويحك يا عمر ماذا أنزل الله على صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فقال سمعتهم يقرؤون سورة عظيمة قصيرة هذا مسيلم يقول شوف حتى الكفار كانوا يحفظون القرآن قال وما هي قال والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقولها عمر لمسيلمه وصديقه وكافر عمر ففكر مسيلمه ليأتي بقرآن بهذيان فقال وأنا قد أنزل علي مثل المحمد أنا أنزل علي قرآن يا عمر قال ما قرآنك يا مسيلمه قال يا وبر إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حقر نقر كيف ترى يا عمر سرائك يا عمر هذا القرآن العظيم لنا قلته قال عمر والله أنك تعلم يا مسيلمه إني أعلم أنك كذب يحني تشاورني يا عمر ما فرق بين السماء ورد أنت يا أصبح مثل والله أنك تعلم يا مسيلمه إني أعلم الآن أنك كذب فعلا كيف تأتي تقارن بين سورة العصر ويا وبر نقر يا مناء نقر إلى آخر هذا له ديان إذن قال الله عز وجل في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أعظم الظلم لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون ثم قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظنين أن تلك الآلية تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر أنها لا تضنفع ولا تضر ولا تملك شيء ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا وقال الله عز وجل رادًا عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ذكر الله عز وجل السماوات هنا لأن من العرب من يعبد الملائكة والشعرى وهما في السماء وإلا الأصنام باقية في الأرض ثم أخبر تعالى أن الشرك حادث في الناس وأن الأصل في هذه الأرض ما هو يا أخواني؟ الإسلام قال الله عز وجل وما كان الناس إلا أمةً واحدةً فاختلفوا قال ابن عباس كين بين آدم ونوح عشرة قرود كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس وعُبِدَت الأصنام ثم قال الله سبحانه ولولا كلمةٌ سبقت من ربك الكلمة التي سبقت يُحتمل أن يُراد القضاء والتقدير لبني آدم بالآجال المؤقتة أي ولولا كلمةٌ سبقت من ربك أي أن الله قدَّر متى موتهم وآجالهم لقُضِيَّ إليهم لأهلكهم مجرَّد ما مجرَّد ما يعبدون من دون الله ويُحتمل أن الكلمة التي أرادها الله والتي سبقت هي أن الله قد جعل الآخرة هي موطن الثواب والعقاب موطن الثواب والعقاب فيتركهم يعبدون الله فعبادتهم لغير الله عز وجل وعبادتهم للأصنام وبقاءهم وإعطاءهم من الدنيا ليس دليل صدقهم ولا دليل أنهم على حق بل لأن الله تبارك وتعالى ولأن كلمته سبقت ألا يعاقبهم إلا في الآخرة وأن الآخرة هي ماذا؟ موطن العقاب وأن الله تبارك وتعالى قدَّر آجالهم فلا يقضي عليهم بمجرَّد كفرهم إذن يا أخواني أن الكفر واستمرار الكفر وأن المعصية خذوا قاعدة يا أخواني أن كل ما أخبر الله عز وجل من صفات الكافرين فللعصاة نصيبهم بمثل ما أخذوا من نصيب الكفار فإذا حذَّر الله عز وجل من هذا فإن الله تبارك وتعالى يحذِّر الإنسان الكافر كما هو عبرةٌ للمؤمن وللعاصي وللفاسق أن يتَّعِظ وأن بقاءك على معصيتك ومزيد الخيرات التي تأتيك وأنت مستمرٌ على معاصيك ليس دليلاً على حبِّ الله تبارك وتعالى لك أو أنك على حب ويقولون لولا أنزل عليه آيةٌ من ربَّه أي يقول هؤلاء الكفار المكذِّبون المعاندون لولا أنزل على محمد آيةٌ من ربَّه يقولون لماذا لا يعطى آية كما أعطي موسى وغيره من الأنبياء فقل إنما الغيب لله أي أن الأمر كله لله والله تبارك وتعالى كان إذا أعطى أناسًا ما سألوا إن آمنوا وإلا إيش عاجلهم بالعقوبة هذه سنة الله كل أمةٍ طلبت آية ولم تؤمن بعد وجود هذه الآية فإن الله كتب عليها الهلاك وقد مرَّ وسيأتي بقصص موسى ونوحٍ عليه السلام وغيره إنما الغيب الله أي أن الأمر كله لله يَعْلَمُ الْعَوَاقِبَ في الْأَمُورِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ تَحْذِيرٌ وَوَعِيدٌ قَمَرْ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ أول شيء قالوا إيش أنك إيه أنت بشر أنت رجل مننا لماذا لم يرسل ملك ثم لما أتاهم بالقرآن قالوا لا نريد قرآن غير هذا أو تبدل أو تغيره ثم قالوا إيش نريد آيات كبرى كونية نشوفها أمامك كل هذا يا أخواني إيش ليس طلباً للحق ولم يطلبوا دليلاً صدق محمد النصر فهو يعلموا أنه صادق لكن هذا إنما هو على سبيل الممانعة والتعنُّت في قبول الحق وإذا أذقنا الناس رحمةً من بعد ضراء مستهم الناس هنا في هذه الآية كما قال ابن عطية هم الكفار وهي تتناول العاصين ممن لا يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى عند زوال المكروه عنه ولا يرتدع بذلك عن معاصيه وذلك في الناس كثير وإذا أذقنا الناس رحمةً من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا من بعد ضراء مستهم كأن يعطيك الله عز وجل رخاءً بعد شدة أو غنًا بعد فقر أو مطر بعد قحر إذا لهم مكر في آياتنا قال مُجاهد استهزاءٌ وتكذيب قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا أي أشدَّ استدراجًا وإمهالًا حتى يظن الضان من المجرمين أنه ليس بمعذَّب وأنما هو في مُهلة فيأتيه على غرَّة أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا فياتوا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضُحًا وهم يلعبون قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا فيأخُذُهم على غرَّة والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعل ثم يعرضون على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على كل ما عمل ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها وقد وصف مكر الله بالسرعة هنا لماذا؟ لماذا وصف مكر الله عز وجل بالسرعة هنا؟ لأنه مُتيقَّن وواقعٌ لا محالة لأنه مُتيقَّن وواقعٌ لا محالة وكلُّ آتٍ قريب بهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من المجالس الثمانية في تفسير سورة يونس صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك شكرا للمشاهدة